أول حاجة اللي بيمر به الدل في المرحلة دي أول حاجة هو دلوقتي حالا بيمر به وضع أساس لمرحلة جديدة أو لحاجة جديدة بيبتديها ممكن يكون الدل بيبتدي عمل جديد أو بيبتدي مثلا مشروع جديد أو عمل جديد أو هو في نفس مكانه بس فيه قعدة قعدها مع ناس ممكن دول يكونوا شركاءه في الشغل أو زميله أو مديرينه لوضع خطة وأساس لمرحلة اللي جاية إن شاء الله هيتبقى ميتينج أو اجتماع مثمر بإذن الله بس المطلوب من الدلو أنه يسمع يسمع كويس للتيم بتاعه يسمع كويس لزملائه أو شركاءه في الشغل وما ينفرش وينشر دماغه بحاجة معينة نسمع بعض ده عمل جماعي لو الدلو هو صاحب العمل ده برضو نفس الحكاية يعامل الناس اللي شغالين معاه على إنه هم شركاءه ومش ناس بتشتغل عنه تمام؟ عشان نوصل في النهاية لوضع أساس محترم كده لمرحلة الجديدة اللي داخل عليها برج الدلو طيب ايه الحاجات اللي نفسه لها برج الدلو؟ يعني هو ده تقريبا دكارتك يا برج الدلو عارفين حاجة ماشية بسرعة مش بسرعة فيها يعني مرضود كتير هو عايز مرضود كتير وكمان ممكن يكون الدلو هو اللي عايز يدي عنده كمية طاقة حب وطاقة عطاء كتير ونفسه هو يطلع ما يطلع حب الناس اللي حواليك اديهم اهتمام ركز معاهم اديهم حب دي طاقة انا شايفاها دي حاجة نفسه يعملها الدلو وعنده طاقة اهتمام وحب ويعني طاقة كبيرة جدا نفسه ان هو يخررها ايه كمان اللي ممكن يكون الكارت ده بيوحي ان البرج الدلو محتاج لشوية ايجابية في حياته محتاج شوية طاقة ايجابية ده كارت الندم وده بيوحي بطاقة مش بس طاقة عطاء لا كمان طاقة ايجابية نجم حاجة بنورة طاقة يمكن تكون طاقته دلوقتي علشان كده الكارت ده جاي في الحتة دي ان هو نقصه في طاقة كويسة ان هو مفتقد للحتة دي مفتقد ان طاقته تكون متجددة جدد من طاقتك يا برج الدلو في حاجة كتير جدا ممكن تعملها تجدد من طاقتك الرياضة تلعب ياضة تحفز نفسك قلتي نفسك دايما امل ان اكيد ان شاء الله بكرة هيكون احسن هتلاقي طاقتك ان شاء الله تجددك والدنيا عندك باقي تمام ايه التحديات اللي عند برج الدلو اهي ده كارتب يوحيه بالثقة بالنفس اوي وسط من نفسه الاويه في حتة البادي لانجوش بتاع الكارت اللي هو ايه انا جامد اوي انا اعمل ايا حاجة انا افوت في ايا حاجة دي التحديات اللي عندك لعله وعسى ده انظار يا برج الدلو انه زيادة الثقة في النفس ممكن يكون ليه يعني مرضوض عكسي يعني كل حاجة بمقدار معقول حلوة جدا دي التحديات اللي قدامك ويمكن يكون معنى الكارت التحديات ان انت مش عارف ابتدي البداية جديدة دي ده واحد مقبل على حاجة جديدة ومستعدلها ومتحمس لها جدا جدا يمكن الدلو مش عارف يوصل للنقطة دي فيه عكسات فيه حاجة واقفة في طريقه انه مش عارف يوصل لحتة البداية الجديدة دي اصبر ان شاء الله كل حاجة هكون كويسة ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الدلو توصل للنقطة دي للأسف المادة الفلوس اللي هيساعدك انك تستثمر من فلوس يعني فلوس حقيقية ان انت توصل للحتة دي ايه كانت المشكلة اللي بيمر بيها الدلو انا شايفة الطاقة المسج اللي جايلي الحل او الوسائل المساعدة اللي ممكن تساعدك توصل لنتيجة اللي انت عايزها فلوس اما انه بتدفع مثلا في استثمار بتحط فيه فلوس عشان تحل مشكلة معينة حتى تدفع فيها فلوس ده الحل دراهم ده اللي هيساعدك تطرق او انك انت توصل للحتة اللي انت عايزت توصلها اوكي ايه النتائج المتوقعة اللي تحصل بالنسبة للشهر ده حيوصل لأيه الدلو بداية جديدة جاية خلاص اهي ايس الايس زي ما تعودنا في اللايبات القبية جدا دايما بيحل بداية جديدة وانتصار لو عندك مشاكل او كساد دلوقتي يا برج الدلو توقع ان شاء الله انتصار جواك زي ما قلنا طاقت عطاق كبيرة جدا جدا او انت واخد بالك انت محتاج تركز ان انت بجد تطاقتك وطاقتك تكون احسن عارف انت لازم تعمل ايه ومقبل انك انت تبتدي بداية جديدة هتوصل ان شاء الله بس الحاجة اللي انا شايفاها ان انت محتاج تعتمد على نفسك في حاجة فخليني اقول برج الدلو لو انت معتمد على ناس تانية ان هي تحل لك المشكلة او توصلك للنتيجة اللي انت عايزها لا اعجمد على نفسك ده معتمد على نفسه طيب تعالوا نشوف بالنسبة لصحة الدلو نتمن على صحة ايه القراءة حلوة الحمد لله في شكل شهر مهم عند برج الدلو ان شاء الله هيعمل حاجات كويسة هيوصل للنتيجة او البداية اللي هو عايز يبتديها دي اوكي صحيا ما شاء الله كويس لا حلو جدا بس بيميل للجلوس يعني ما بيتحرقش كتير عايز جد التقطب اتحرك اوكي اتحرك الاعداد دي مش كويسة بس الصحة الحمد لله شفاها كويسة جدا بس ما انتخبتها الحالة المادية انا شايفة ان الدلو راضي يقول الحمد لله يعني ده صراحة الكارت ده انا يعني بحبه اكتر من الكارت من حد يبقى ان شاء الله عنده مثلا تحسن في الحالة المادية او اي حاجة حالة الرضا دي انوا قاعد بيقول الحمد لله تشكرك يا رب انا عندي كلنا محتاجة فالحمد لله الحالة المادية كمان عند برج الدلو يبدو جيد تعالوا نشوف الدلو عاطفيا اخباره ايه وليات جاي ان شاء الله هنقول الحمد لله الحمد لله بس هماشي للتبتيل برج برج رضا دلو القراءه العاطفية برج الدلو تماما مش بقولك الا الدلو عنده كمية مشاعر الفترة دي يعني لا تقدر بتمن بس مش عالفة ليه ما بيوريهاش يعني هو هو حب وطقة اهتمام حلو جدا بس ما بيوريهاش طيب التال وحدته عامله ازاي هو دفول بالنسبة للعلاقة يعان القراءة العاطفية هو عامل احدا عامل مش واخد بالو او خلينا نقول حاسس ان هو في العلاقة حاسس ان هو حر مش حاسس بقيود ودي حاجات مهمة جدا عند جوري الدالو انا شايف ان هو حاسس بمغامرة حاسس ان هو مبسوط هو معنى من الاثنين اما ان هو عامل نفسه مش واخد بالو او ان هو مبسوط ومتحمس وحاسس ان هو بيعمل مغامرة حلوة جدا مع شرين تمام بالنسبة للشريك اللي اتدلو حانتو عامله ساي لان انا شايف ان الشريك كمان حاسس ان هو مبسوط حاسس بوفرة يعني حاسس انه فيه امبوتس كتيرة جدا بيحسها من ناحية اتدلو حاسس ان هو يعني مدلعه ايا كان بقى شكله بهداية باهتمام بحب شريك الدالو انا شايفه بحتة حلوة يعني مبسوط وحاسس بحالة ووفرة الدنيا تماما الدالو عايز يعمل ايه او نبسو في ايه انا شايف ان هو حابب يقدم حاجه لشريك واما هديا بيقدمه عرض لو العلاقة دي لسه مدخلتش فيه ارتباط رسمي عايز يقدم عرض ارتباط عايز يقدم له حب اكتر كمان من اللي هو بيعمله دلوقتي ممكن الدالو مش عارف يعني يوضح مشاعره قوي فهو نفسه يوضحها بشكل احسن وشكل مادي اكتر طيب الشريك الدالو نفسه في ايه مش عارفة يعني الحتة دي شكلها غريب قوي يمكن شريك الدالو عايز يعمل عملية اقف هنا باوز حاجه تقف يمكن مقسوط قوي من الحالة اللي هو فيها دي يعني يعني هو وقفني هنا انا مش عايز يعني عايز افضل في الحتة دي كتير دي حالة حاجه وقفة ما بتتحركش زي ما تقول عايز الزمن يقف في الحتة دي نفضل كده بالشكل ده فدالة نفسه في شريك الدالو شايف شريكه ازاي؟ هو شايفه دات بمعنى في تغيير كبير طرق على الشريك يمكن دي حاجه ما تخصش العلاقة نفسها على قد ما تخص الشريك نفسه يمكن الشريك بيمر بتغيير جامد في حياته او بيواجه شيء صعب شوية يمكن يكون شوية قلقان خايف من حاجه يمكن حالة لو دي علاقة جديدة شريك حياته تتغير شوية بسبب العلاقة دي ابتدى ان هو حياته تاخد شكل مختلف وتاخد مرحلة تخشت مرحلة تانية فهو قلقان شوية فالدالو شايف شريكه داخل في مرحلة تغيير جامدة جدا وخايف شوية تمام شريك الدالو شايفه ازاي؟ king of pentacles حد عنده عطاء كتير جدا ما بيخلصش والدالو فعلا عطاءه كتير جدا جدا شايفه ان هو يعني بقى عنده حكمة شوية كمان كنت بيوحي بان في حكمة بقى بيشغل عقله شوية في رزانة في الموضوع او يمكن هو اصلا كده فهو شايفه شخصية يعني عطاء جدا وكمان شايفه ان هو شخصية حكيمة وبيتم وبيراعي الناس اللي حواليه تمام ايه الطاقة اللي ما بين الدالو وشريكه؟ strength في حاجة اما الدالو بقى او شريك وحد منهم عايز يقولها بالتاني في حاجة يعمل يختار كلام كويس جدا بحيث ان هو يقول اكتر كلام دوبلوماسي ممكن تمام؟ يمكن أى اى الحاجة meat بيمر بها دلو او شريك الدلو يعني بيحسسوا على بعض بس اللي انا شايفة انه الاثنين بيثقوا في بعض جدا في عملية ثقة جمدة جدا وفي عملية انه زي ما قلنا ثقة وانه الاثنين شخصيات قوية جدا وشخصيات قيادية جدا لكن مع بعض بيتحولوا لي حاجة يعني فاري دركة فالطاقة حلوة جدا طاقة سرينت زي ما قلنا حاجة من اثنين اما ثقة ما شاء الله بيثقوا بعض جدا جدا ومسلمين لبعض امور بعض يعني فهمين قصدي ايه انه انا بسط في شريكي جدا وعرف انه هو هيدي النصيحة مصبوطة او انه في حاجة الشريك واحد منهم عايز يقولها لبتاني بس بيختار كلامه كويس اوي اوي او بيختار الوقت اللي يقوله دي كويس اوي اوي طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده الشهر ده انا شايفة انه في عملية انتقال لوقت هادي جدا في حالة استقرار زي ما احنا شايفين لو الفترة اللي فاتت كان فيها شوية تقلبات او حاجات منفجأة بيحصل الموضوع رايح اللي حتة فيها استقرار وهدوء كويس جدا جدا او خلينا نقول بنعدي البر امان كان الفترة اللي فاتت فيها شوية مخاطرة والفترة اللي جاية هتكون مفيهاش مخاطرة فيها خلاص امان وفيها استقرار كويس ايه المتوقع يحصل الشهر الجاي او خلينا نقول انه دي بقى دي فوقعات فعلان ودي الطريقة بتاع فمش حاجاتكو تركيز ايه بالنسبة للشهر اللي جاي دي طاقة تانية ممكن جدا تتغير فيه هنا خسارة بتحصل اما خسارة مادية او خسارة حد انه الدلوء او شريكو بيفتقد حد ومش لازم الفوق دل ده انه هو يكون لقدر الله موت لا ما قلتش كده ممكن تكون في حد بيمش بيسافر مثلا او بيحصل خلاف ما بينه وبين حد وبيحصل فراء بس الفراء ده بيزعل اما الدلوء او شريكو ففي حالة خسارة او هم شوية في شهر الستة طيب شهر السبعة القعدة دي اما انه الناس اللي لسه مرتبطوش دي قعدة في عضا عارف وانه خلاص بيمهدوا ان يحصل لطبوات رسمي وبالنسبة ليه الناس اللي مرتبطة بالفعل فده برضو اجتماع عائلي بيقعد الدلو وشريكو وافردن الاسرة في باون كويس جدا جدا للدنيا الحمد لله مشيت هناك طيب القراءة حلوة جدا للدلو والدلو عنده عطاء كتير جدا وطاقة حب كبيرة جدا خرجه يا برج الدلو هتبقى فرحان جدا ومبسوط لما تحس قد ايه شريكو حاسس انه هو يعني محظوظ انه هو يكون حد ذلك محتاج تعمل عملية تنظيف يا برج الدلو شوفتم قدتلكم عوضوعة جديد الطاقة ده بالنسبة لكم مهم جدا مش بس الطاقة كشكل بشكل روحاني يعني او منتلي لأ ممكن يكون تنظيف او منتلي لأيه شريكو حواليك الكراكيب اللي ملاهاش لازمة ترميها ده هينضف لك الطاقة كويس جدا وكمان متسبش لا تسيبش نظف كويس نظف بزمة لا تسيبش حاجة لازم ترجع تعملها تاني نظف لو انت شغال على حاجة دلوقتي ما تقولش عملها دلوقتي بالشكل ده اي حاجة وبأثبتها تاني بعدين لا نظف عملية تنظيف التنظيف زي ما قلنا تنظيف عملي بيتك مكتبك عربيتك الموضوع ده سيجدد من طاقتك جدا جدا تنظيف داخلي لروحك انك انت تتأمل في نفسك وتقرب من نفسك وتبتدي تزبط الطاقة بتاعتك انه تستقبل حاجات كويسة انا شخص كويس وهتجيه حاجات كويسة وهوصل الى انا عايزه كل الحاجات دي هجيب لك في اخر ان شاء الله حاجات كويسة جدا صلى طبعا من اكتر الحاجات اللي بتجدد الطاقة دي ما فيهاش كلام ما فيهاش بصوت هتلاقي واش نور يعني مش اكتر من كده وكمان لو احنا بنتكلم بشكل عملي التنظيف انك تبني مضبوط ما تبنيش حاجة وارجع ازبطها تاني بعدين لا ابتدي على مضافة سلمني نظيف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة